موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس مارح كان ليلة أهلوية سعيدة بالبطولة الإفريقية رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي والأفراح الحقيقة والاحتفالات الأهلوية استمرت من كازابلانكا إلى كل الشوارع المصرية مصر كلها في كل المدن والمحافظات كانت بتحتفل الشعب المصري إلا قليل حتى الصباح الباكر بعد المباراة كلهم كل الناس بتحتفل هذه هي قيمة النادي الأهلي فرحة كبيرة جداً جداً قدمها النادي الأهلي لجمهوره ومحبيه ولكرة القدم المصرية شفنا تهنئة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شفنا تهاني كتير من كبار رجال الدولة المصرية سواء رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى كل الأندية في العالم أو معظم من الأندية الكبيرة في العالم من أول منشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا تحجد بطل السعودية أندية أسبانية وإنجليزية كثير من الأندية العالمية الحقيقة بتهني النادي الأهلي بطولة من أغلى البطولات الإفريقية صحيح مش هتيجي زي غلوة التسعة والقاضية ممكن ولكن هذه البطولة حيكون لها دائما معزة خاصة لقلوب كل الأهلوية ليه؟ هقول لحضراتكم شوية كده ولكن جبناها من جوة كازابلانك بتفوق واضح على نادي الوداد بنتيجة 3-2 تفوق لا يقبل القسمة على 2 الحقيقة عندما سئلت عن هذه المباراة معظم الناس كانت متفقلة باللي بيحصل والأمور دي كلها ولكن أنا الحقيقة عندما سئلت قلت يا جماعة احنا بلاقي فريق كبير واسم كبير طبعا فريق الوداد ولكن من الناحية الفنية النادي الأهلي أفضل من الوداد بشكل واضح يعني النادي الأهلي أفضل النادي الأهلي عنده سكواد رائع عنده لعيبة على أعلى مستوى عنده مدير فني على أفضل ما يكون الحمد لله والشكر لله البطولة رقم 11 بترجع لعبتنا ورجالتنا بيرجعوا بالبطولة الأفريقية التالتة من أربع نهائيات والنهاء اللي لم نفس به لو تفتكروا 2005-2006 خسرنا 2007 رجعنا خدنا 2008 مرة أخرى ووصلنا الحمد لله النهاردة الكاس العالم للأنديا للمرة الرابعة على التوالي واللي حتكون المملكة العربية السعودية هي اللي حيتعامل فيها كاس العالم القادم إن شاء الله ربنا يكرمنا النادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا النادي الأهلي أقدر أقول كده بالفم المليان بالفم المليان أقدر أقول لحضرتك أن النادي الأهلي هو أفضل نادي في أفريقيا ولكل من قال كلام كتير جدا خص الفترة اللي فاتت النادي الأهلي واحد تلع قالك إيه مثلا قالك هو ميكوش حاجة مش مطش واحد مطشين ما نشوف هتعمله إيه عملنا مكاننا طبيعي أقول إيه ولا إيه ولا إيه أتكلم عن البطولة دي إزاي أتكلم عن جمهور النادي الأهلي العظيم إزاي ولا أتكلم عن البطولة اللي بدأت بعرضية معلول ورقصية عبد المنعم في مرمى الاتحاد المنستيلي لو تفتكروا في تونس وانتهت برضو بعرضية معلول ورقصية عبد المنعم في مرمى الوداد في كازابلانكا أتكلم عن كل لعب شاركة في هذه البطولة ولا تكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي واللي بيقدمه ولا تكلم عن كابتن محمود الخطيب أقول ايه ولا ايه ولا ايه هتكلم عن الناس اللي بتتشتم بقالها مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بتشتمه على رأسه كابتن محمود الخطيب اللي بتشتم بقاله وقالك دول فشلين دول ما بيعرفوش في ديره لازم تتعلمه من حتة تانية بتعلم من مين اتعلم وانا واخد بطولة أفريقيا اتعلم وانا واخد كل البطولات اللي انا اشتركت فيها اتعلم وانا واخد كل البطولات سلة او معظم البطولات سلة وطيرة ويد وكورة وسباحة كل حاجة الحمد لله والشكر لله هو ده اللي انا لدي يجب على جميع اندية افريقيا وجهة نظري مصر انا مش عايز اتكلم عن اندية مصر ولكن كل اندية افريقيا تنظر الى النادي الاهلي وتشوف كيف تسير ادارة النادي الاهلي بهذا النادي الكبير والعريق اللي حجم انفاقه كبير جدا 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 الى انها ان هذه الادارة بتصل ان انت بتاخد كل حاجة كل حاجة في كل الالعاب وفي كل مكان تخيل حضرتك ان انا من امبرح لانهاردة الناس بتهنيني وبتقولي الاثناشر